ونبقى في الإمارات وفي مقابلة مع الشرق قال عادل رضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات قال إن ارتفاع أسعار الوقود سيدفع الشركة لزيادة أسعار التذاكر بنحو طفيف فيما ستتحمل الشركة النسبة الأكبر من ارتفاع تكاليف التشغيل يعني الحمد لله لحد الحين أن الإمارات التزمت بكل الديون اللي كانت عليها خلال فترة الجاحة وما زلنا بالعكس حتى نحن قمنا بدفع بعض الديون قبل موعدها أما بالنسبة إلى أسعار الوقود فالسعار التفاجأت طبعا خاصة بالأسعار اللي نشوفها الحين 120 دولار أو أكثر اللي سرى البرميل 120 دولار هذا أثر على أسعار شراء الوقود بالنسبة للشركة هناك جزئية بسيطة نحن نضيفها على سعر التذكرة اللي يتحملها المسافر أما الجزئية الأكبر طبعا هي تكون من ضمن التكاليف التشغيل للشركة والصعب أن المسافر يتحمل 100% كل هذه التكاليف لاحظنا هناك فيه انتعاش في بعض الدول وفيه هناك التضخم اللي شفناه تضخم من بعض الدول إلى بعض الدول ثانية يختلف وهذا أثر على سعر العملات والتبديل العملات صعب التنبؤ بهالأمور هناك عدة آراء ووجهات نظر في هذه الحالة بس نحن اليوم اللي نشوفها بالنسبة للطيران فيه قبال طبعا وفيه حاجة للطيران لعدة أسباب اللي كانت أسباب تجارية وأسباب عائلية والأسباب زيارات وأسباب السياحة فهناك فيه قبول أكثير الركود يعني في بعض الأراء يعتقدون فيه أن يمكن يكون ركود أو احتمال يكون ركود في بعض الدول ما شفنا أي مبادرات نحن واضحة لها سعب فما زلنا نحن متفاعلين بالانتعاش ما زلنا نتوقع المزيد من الطلب في مجال الطيران ومش بس في المنطقة عنه عالميا لاحظنا هذا في أمريكا لاحظنا في بريطانيا لاحظنا في عدة دول أوروبية هناك فيه لهف للطيران هناك فيه لهف للسفر وفيه أهم شيء أنه فيه حاجة للسفر فأظنني خلال هالتسعة شهر أو الاثناشر شهر القادمة سيكون هذا الانتعاش مستمر الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات توقع أيضا أن تصل الطاقة التشغلية للشركة إلى ثمانين بالمئة لمختلف الوجهات حول العالم نستمع أعتقد ليس فتاة سيفل وننظر خلال ستة شهر اللي طافت لاحظنا فيه قبال على الطيران كثير ففترة السيف طبعا بالإجازات فيه نسبة للحجوزات ارتفعت عنه وبصفة يومية نلاحظ أنه فيه زيادات فكل الوجهات تقريبا راح تكون شغالة على نسبة أكثر من ثمانين في المئة تقريبا ففي بعض الوجهات راح تكون شغالة على بنسبة مئة في المئة ففترة السيف راح تكون فترة فيها انتعاش في مجال الطيران وفي حركة السفر بالأخص خاصة المدن اللي فتحت حدودها لشركات الطيران وقللت من إجراءات الاحترازية اللي كانت مطوبة خلال فترة الجائحة نحن اليوم تقريبا نشغل رحلاتنا بما يقارب سبعين في المئة من الساعة المقعدية اللي كنا نشغالين فيها في سنة الفين وتسعة عشر نتوقع في سنة الفين وثلاثة وعشرين رح نشغل ونرجع إلى مئة في المئة من الساعة المقعدية اللي كانت متوفرة في سنة الفين وتسعة عشر بس هناك في بعض الأمور اللي يمكن تحد من نهاية التشغيل هذا اللي هو قيام بعض الدول بعدم فتح مطاراتها مئة في المئة خاصة في شرق آسيا بعدم الدول مثل الصين مثل هونج كونج مثل جابان اليابان ما فتحوا المطارات مئة في المئة أما الدول الأوروبية وامريكا وبريطانيا فعند السعر يحترجع مئة في المئة